هذا وفاد المرصد السوري ببقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة العشرات جراء غارات جوية نفذت طائرات لم يحدد هويتها على مناطق في مدينة إدلب وإلى الشرق من مدينة البابري في حلب أشار المرصد إلى تجدد الاشتباكات العنيفة في بلدة بزعى ما بين مسلاح تنظيم داعش وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا أوضح المرصد أن المعارضة حققت تقدماً وسعادت السيطرة على أجزاء من البلدة وحال السيطرة على البلدة سوف تتمكن المعارضة من التقدم والوصول إلى أطراف الشرقية لمدينة الباب وهي أكبر معاقل داعش بريف حلب